فستان خروج للمحاجبات بطريقة سهلة ومسيطة اويل فستان سنقوم بتفرق خطوة بخطوة واللايك الجميل والتعليل اجمل والاشتراك ده طبعا اختيارك انتي والصلاة على سيدنا النبي اهامي من الفيديو كله اللهم صلى الله عليه وسلم بارك على سيدنا احمد ومعليه وصحبه وسلم ولكن لا تنسينيش اللايك الجميل والتعليل اجمل يلا واحدة واحدة فستان سنبدأ نعملها مع بعضين كده هرجعنا مع بعض هنبدأ نحط ربع دوران استدري معنا بالشكل ده وربع دوران استدري معي بزدادة تمانية وعشرين وبعدين هنبدأ نحط حربة الرقبة بتاعتي ربعها برضك هيبقى تمانية ونص بالطريقة دي وبعدين هنبدأ ننزل بطول حربة الرقبة الامامية وطول حربة الرقبة الخلفية وهو فستان خروج في منتهى الشياكة وبسيط جدا ومن السفر وخطواته كمان خطوات بسيطة اوه يا جماعة مافيش في اي مشكلة خلص هنبدأ ننزل من هنا اثنين سنتي بالزبط الميلان الكتف بتاعي وبعدين هنبدأ نحط خط بدون ملقاس والخط ده يبقى خط مرشد ليه علشان نعمل عليه طول الكتف وهنحط طول الكتف بعد كده 13.7 بالطريقة دي وبعدين هنبدأ ننزل بطول الظهر وطول الظهر بنقسمه عندنا على نصين بالشكل ده جماعة وبخطوات بسيطة اوه وهنبدأ نحط ربع دوران السدر في مكانه الطبيعي وربع دوران الوسط في مكانه الطبيعي تبع ان تستي ولا اصلتي على سجن النبي ولا اعملتي اللايك الجميل اصلي على سجن النبي اللهم اصلي يا سلام بارك على سجن احمد انعال عليه وصحبه وسلم واللايك الجميل علشان الفيديو ده يترفع ونص كتير قوي تشوفه ويستفدوا منه دلوقتي انزلت المينو كتف على دوران السدر هبدأ ارتفع بالشكل ده اربعة سنتي وخش هنا واحد سنتي وهبدأ اعمل هنا كده حردت الجيلو بتاعتي بالطريقة دي وهبدأ اعملها اهي بصوه بالطريقة دي وبعدين يا جماعة هنبدأ نيجي من عند دوران السدر ونبدأ نوصل دوران السدر مع دوران الوسط واصبح معايا دلوقتي الامام جاهز والخلف كمان جاهز دلوقتي هنشغلها بقطعتين من القماشي هتلع قطعة منهم من فوق كده بالزبط وهبدأ ابعدها شوية كده وهبعدها بمسافة اتنين سنتي تمام يعني ابعدها بمسافة اتنين سنتي اهي بالطريقة دي اهو اخليها ايه بالطريقة دي بصوا كده يا جماعة قادل اتنين سنتي بتوعية هم تمام هبدأ بس اجيب ده يا بيس اما هدبت هدبت كده بس البطرون بتاعي من هنا ومن هنا تمام وهبدأ قص واحدة واحدة عليه خطوات بسيطة قوي ومن السفر زي ما انت شايفها هنا ده المرد بتاعي يا جماعة انا عملت هنا المرد لاتنين سنتي دول السبتوم زيادة في القماشة المنتحت دي بتاع المرد بتاع الامام فخطوات بسيطة قوي زي ما انت شايف اهو ادي يا جماعة فكرة الفستان بسيط جدا ومن السفر كل اللي عليكي بس اللايك الجميل والتعليل اجمل والاشتراك بطبعا اختيارك انت والصراع على سيدنا النبي اهم من الفيديو كله اللي هم صالح سهلا بارك على سيدنا وماتنا وعلي عليه وسهلا وسلم يا رب بكل فكرة صهرة بسيطة عجبتك بصي هادي كده بلوقت انا قصيت الامام والخل في خطوة واحدة مش محتاجين ان احنا نعمل خطوتين ولا اي حاجة من الحاجات دي وعلشان خطر نثبت الخطوة التانية اكتر هبدأ اجي كده وهعمل كده النقط اللي انا بعملها دي انا متأكدة مليون في المية ان هي تظهر لي في الطبقة الاخيرة دي اهي بصي في الطبقة دي بتاعت القماش اي بصي تظهرالي بس طبعا خفيفة قوي يعني مش ظاهر يعني مش هتظهر لك في الكاميرا بس هي تظهرالي انا فعلشان كده عملت منها هبدأ بقى ان انا اشيل اللي بدبابيز بتاع الخطوة بخطوة وهقص الامام زي ما انتم شايفين كده بصوا بصوا محتاجين ان احنا نقص الامام بالطريقة دي بس هنشيل طبعا الدابيز احنا ثبتنا بيها البطرون على بعض اهو بخطوات بسيطة هبدأ اشيل بقى هنا الامام بتاعي ده واشيل حدد الرغبة الامامية بالطريقة دي واصبح الخلف معي موجود وكمان الامام معي موجود هنا المرض بقى هنحدده يبقى قد ايه المرض احنا قلنا عليه اهو المفروض المرض معي اثنين سنتي هبدأ احددهم كده اهو علشان خاطر نسبت من فوق ومن تحت كده وتبقى متسبتة اهي بالشكل ده وبعدين هنبدأ نفرد كده البطرون بتاعي وشال ثانية واحدة عايزين نفرد بس البطرون واحدة واحدة ومن الصفر وقبل ما نفرد البطرون تكون انت عملتلي اللايك الجميل وقل لي بتتبيني من انهي منطقة قواني دولة مع تحياتي طبعا لكل الدول الجزائر مصر العراق تونس المغرب كل الدول مع تحياتي ديهم ايه يا جماعة فكرة الامام مع بعضه كده هنبدأ واحدة واحدة ان احنا نجيب الدباسة بقى وهنبدأ نفرد كده نتني من هنا كده من جوه ونرجع نتني تاني من هنا ونبدأ نعمل المرض بتاعنا تمام كده اهي هبدأ واحدة واحدة اهي شايفة ازاي طيب ده ديهم المرض اللي في الجنب ده انا عايزة المرض اللي في الجنب ده يكون جاي كده عليها تمام يعني المرض يكون جاي كده بالشكل ده نعمل ايه باي ماري اماري عشان يجيلي بالشكل ده هقول لك نعمل ايه هنا انا هنا واخدى طبعا اتنين ونص او اتنين سنتي بس فانى الاتنين سنتي دول وهبدأ انهließ اتنين من جوه بس تمام وهبدأ انه اخواية كده بالشكل ده وهبدأ بعد كده ان انا اجيب الخلف طبعا المفروض يا جماعة في جيب بنركبه او شكل جيب هم عاملينه شكل جيب في الصورة يعني مش عاملينه جيب جيب اللي هو اللي انت تركبيه وتشوفيه شكله والكلام ده كله لأ ده هم عاملينه شكل جيب كده وهو ده اللي ميت بيه الفرسان بتاعنا شكل جميل هنعملو احنا كمان بردك بخطوات بسيطة قوي ومن السدر ادي يا جماعة فكرة المرض بتاعي بخطوات بسيطة قوي وجميلة جدا زي ما انتم شايفين خطواتها من ادي يا جماعة فكرة المرض اهي وبردك في الجيبة هنبدأ نعمل فكرة المرض وفكرة التفصيلة بتاعتنا كده هبدأ بقى ان انا اجيب الكتعتين دول او كتعة واحدة باسم منهم ونعملها تانية واحدة كده لسه هبدأ اجيب الكتعة دي كده وهبدأ ان انا اعملها بخطوات بسيطة اللحظة واحدة نادي ده بس اقرب لك الشكل اهو خطوات بسيطة كده شايفة ازاي هبدأ اشيل طبعا الزيادات دي كلها اهي تمام انا محتاجة هنا قطعة ومحتاجة هنا قطعة فهبدأ اجيب الكتعة دي واقتمة كده على نصين حلينا نقتمها بك نزود شوية كمان النص اهو بس كده وهنبدأ واحدة واحدة بقى نعمل الفستان يا جماعة ونعمل جيوب الفستان شكل شكل بس تمام كده هنعمل لها شكل بس احنا عايزين اول حاجة بتبقى تدقى اهي وعايزين يجيب السبعة دي اهي بصوا السبعة دي بالطريقة دي اهي هبدأ يجيب السبعة من هنا بالطريقة دي وهبدأ اركبها من هنا بالشكل ده بصوا فكرة يا جماعة الفستان بسيطة جدا ومن الصفر كل اللي عليكي بس اللايك الجميل والتعليل اجمل والاشتراك ده طبعا اختارك انت والصلاة على سيدنا النبي اهم من الفيديو كله والله هم صالح لها السلام عليك على سيدنا وما تنعم علي يا ليه وصح لها سيدنا ده هنا يا جماعة شكل الجيب المفروض موجود معنا اهو او شكل القلاب بتاع الجيب المفروض بيبقى شكل نبقاش حاجة تسيئة معنا فاعمليني اشاني هو يبقى شكل مش حاجة تسيئة اهو طعم فعلشان كده انا عملته دبسته من فوق بالطريقة دي وهبدأ ادبس من جنا ومن كل الجناب اهي شايفة ازاي هبدأ بعد كده ان انا هديله بقى الشكل بتاعنا اهو ايدي يا جماعة المراد وادي الفستان وادي الجيوب بتاعه هبدأ ان انا اعمله شكل كده من فوق بسيط وهرجع عليك تاني عشاني بعد ما عملنا الفستان من فوق او جزئية العلوية بتاع الفستان هنركينا على جنب ونبدأ نعمل الكوم وكمان الجيبة الجيبة هنعملها بكسرات بس مش كسرات كسرات لأ هتبقى كلونية تمام كده هنعملها بخطوات بسيطة او الكولونيس دي ومن الصفر علشان بردك الناس اللي هايزوا تعرف الكولوني هنعملها ازاي اولا كده هنبدأ نقسم كتعة اللومش بتاعتنا دي او الشهر اللي احنا شغالين بدي دلوقتي حالا ده بصوا طبعا الموضوع سهل وبسيط جدا ونصفر بصير طبعا فكرة بسيطة او لحظة واحدة ثانية واحدة كده هبدأ واحدة واحدة معاكي هنعملها بسرعة قوي وهنعمل المرض بنفس الطريقة اللي عملت بها فوق وبعدين هارجع معاكي علشان نعمل الكولونيات او الكسرات اللي انا قلت لك عليها وهي خطواتها بطيطة قوي بالنسبة للمرض ده هنبدأ ان احنا نعمله بناحية التانية بردك بس هعمل لك الكولونيس الاول وهجهز التسامة والروق دلوقتي الكولونيس عايزين نعملها تبقى في النص هنا تمام فهن عايزينها تبقى واحدة بس وتبقى عارضة هنعملها ازاي هنجي من النص هنا نيجي عند خمسة سنتي هنا وبعدين هنجي هنا خمسة سنتي وهنبقى في النص هنا هتبقى لدنين جاين على بعض تمام يعني هنمسك النقطة دي هنمسك النقطة دي ها كده بالشكل ده بالطريقة دي تمام وهنضغط بالطريقة اللي انتم شايفينها دي وهنبدأ نجيب الكولونيات التانية بردك دي هبصي يبصي الكولوني دي مفروض يبقى في فرق بردك خمسة سنتي كده او حوالي كده مسافة وهنبدأ نعمل الناحية التانية عشان تطلعلي الكلونة واحدة بس هابدأ اعمل الناحية التانية وارجعها بص يا جماعة لاتي الشكل الفستاني النهائي زي ماان شايفين كده تعمل بخطوات بسيطة او يوم نستفر هنبدأ نركينا بقى على جنب ونبدأ نعمل الكم بخطوات اقصت منه بكتير هنبدأ واحدة واحدة كده نحط نص دوران ادراع عندنا طبعا مثل ظهرتلك في الاول اهم حاجة بس للايك الجميل علشان خاطر نستمر في الاحسن اللي احسن بازن الله اول حاجة هنبدأ نخط ربع دوران نص دوران ادراع عندنا وهنزيب مسافة المسترة بالشكل ده وبعدين هنبدأ نيجي من هنا وننزل بطول الكم طبعا انا حطيتنا الجهة المغلقة يا جماعة نبص على الموضوع ده كويس قوي الجهة المغلقة اللي هي دي تمام وبعدين هنبدأ نيجي من هنا ننزل سبعة سنتي ونرتفع من هنا بالزبط كده اربعة سنتي ونبدأ نعمل حردة الجيرو بالشكل ده وهنجي من عند الاسورة ونبدأ نحدد الاسورة بتاعتنا نقص دوران الاسورة ونبدأ نيجي واحدة واحدة ونوصل دوران الجيرو مع دوران الاسورة ونقص واصبح كده الكم معي جاهز ان انا اقصه واركبه بخطوات بسيطة اكبر طبعا الكم لما هنقصه هنقصه من الجهة المغلقة في الاول اقصه من لما اقصه كده نجب افضي الهو بتاعه كله اهم موجود فيه هبدأ واحدة واحدة ان انا اقص كده بخطوات بسيطة وهارجع واريك الشكل النيل بص يا جماعة ده الشكل النيلت وستانة عارض ومتال الشياكة وبسيط جدا ومن السيطة وكل اللي عليك بسانية الفراجي خطوة بخطوة واللايك ايه الجميل والتعليل اجمل والاشتراك اشترك انتي وصلاة على سيدنا النبي اشتركوا في القناة